بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام في كل مكان طلاب العلوم البيولوجية والعلوم الصحية طلابنا الكرام نبدأ اليوم في تسجيل سلسلة من المحاضرات تحت عنوان رئيسي Principles of Human Physiology أساسيات فيسيولوجيا الإنسان أو أساسيات علم وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان ومفردات هذا المقرر ومحتوى العلمي إن شاء الله يناسب عدد كبير جدا من طلابنا الكرام في السنوات الأولى للمرحلة الجامعية في كليات العلوم والتربية والعلوم الصحية الذين يدرسون العلوم البيولوجية وخصوصا علم وظائف الأعضاء كذلك المادة العلمية اللي موجودة بما إن احنا بنتكلم عن Principles أو أساسيات فممكن جدا تفيد طلابنا الكرام في السنوية الكريطانية الجي سي اس اي كمان طلابنا في الامريكان ديبلوما اللي بيدرسوا موضوعات قريبة من الموضوعات اللي احنا حنتطرق إليها كذلك طلابنا في السنوية العامة اللي بيدرسوا البيولوجي باللغة الإنجليزية وبيدرسوا جزء مهم جدا عن الفيسيولوجي بس ما بيدرسوهوش بمفهوم كلمة فيسيولوجي أو وظائف أعضاء بيدرسوه تحت الكلمة العامة اللي هي كلمة بيولوجي أو أحياء وبالتالي إن شاء الله تعالى نستعين بالله إن يكون محتوى العلمي ومفردات هذا المقرر تناسب هذه المجموعة المتنوعة من طلابنا الكرام علشان إن شاء الله تعالى نرغبهم في حب علم البيولوجي حب علم الفيسيولوجي خصوصا إذا كان طلابنا في مرحلة G.C.S.E. أو الأمريكان ديبلوما أو السنوية العامة يبحثوا عن طموح كبير في التحاق بالقليات الصحية قليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وقليات العلوم طبعا فإن شاء الله تعالى بنستعين بالله إن تكون المادة العلمية شيقة حنستخدم فيها صور كتير حنستخدم فيها أنيميشن قدر المستطاع حنستعين بجداول حنستعين بأشكال توضحية حتى يسهل علينا وعليكم توضيح ومفهوم المادة العلمية اللي هنتكلم فيها عن وظائف أعضاء أجهزة الجسم بمكوناتها المختلفة وإن شاء الله تعالى حيكون المقرر متنوع وممتد على عدد من المحاضرات وفي كل محاضرة حنضع العنوان الرئيسي للمحاضرة وقد يشمل العنوان أكثر من محاضرة يعني مثلاً ما نتكلم عن النيرفا سيستيم جهاز العصبي هنتكلم عن نيرفا سيستيم في أكثر من محاضرة فهنقول جنب كل محاضرة بارت وان أو بارت تو عشان طلابنا يسهل لهم بسهولة الانتفاع بالمحاضرة مباشرة بدون البحث عن المحتوى العلمي لكل مكون أو لجميع المحاضرات اللي هي خاصة في كمان إن شاء الله تعالى ننتظر منكم تعليقات أو فيدباك عشان نحسن من هذا الأمر ونجود فيه نطور فيه حتى استفيد منه طلابنا في كل المستويات العلمية اللي بتدرس علم البيولوجي وزي ما قلنا هنعمل فوكس عن علم الفيسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاب كمان بنضيف حاجة معلش ده السلايد الأول اللي بيوقفيه دايماً شرح للي بينضم لينا لأول مرة أو حينضم لينا بعد كده إن المحتوى العلمي كله الشرح باللغة الإنجليزية والمادة العلمية مكتوبة في السلايد كلها باللغة الإنجليزية والأشكال والرسومات وخلافه ولكن إحنا حيكون عندنا الشرح بلغة عربية ولغة الإنجليزية تيسيراً لطلابنا الكرام في مصر وفي الوطن العربي لأن إحنا عارفين أن اللغة الإنجليزية مش اللغة الأمة بالنسبة لنا لكنها لغة العلم وفيها المعلومات الجديدة اللي بنحصل عليها من الأبحاث ولكن إحنا برضو مطلوب مننا نعرب ومطلوب مننا أن إحنا نشرح بلغة العربية حتى يكون المفهوم أبسط وأوصل لطلابنا وأنا عارف أن أنتم من شاء الله متفوقين واللغة الإنجليزية لا تشكل عقق بالنسبة لكم وكمان اللغة العربية إن شاء الله يكون الشرح بيها أسهل وأوضح ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يكون حلما ينتفع به لنا ولكم وعمل صالح لنا إلى يوم الدين ولكل أهلنا وأمة المسلمين بعد الشريحة الأولى بنبدأ في التعرف على محتوى هذه المحاضرة موضوع من حضرتنا اليوم كما أوضحنا سيكون عن الهوميوستيزيس أو الاتزان البدني أو الحفاظ على ثبات الوسط الداخلي للكائن الحي والنموذج بتاعنا هنا حيبقى طبقا لعنوان المحاضرات الإنسان نشوف مع بعض صورة كده بسيطة تقرب لنا مفهوم الهوميوستيزيس نحن قلنا في العربي يعني الاتزان البدني أو التوازن أو الحفاظ على حالة من الإكوليبريم أو البالنس بين أو بين متغيرات كتيرة جدا بيتعرض لها الكائن الحي أو الإنسان لتغيرات في الإنفيرومنت المحيط به وهو طول الوقت بيحاول يثبت العوامل الفيسيولوجية والوظائف لأجهزة الجسم في حالة ثبات وبلنس عشان لا يحدث أي خلل أو أي نوع من أنواع الضرر لأعضاءه الداخلية أو إنهيار في المنظومة الفيسيولوجية نقرب الصورة دي بمثال آخر زي ما احنا شايفين عندنا كده في الانيميشن اللي قدامنا إننا عندي أكواريوم حوض مائي متربي فيه أو تعيش فيه سمكة السمكة دي طبعا البيئة المحيطة بيها المية وما تحتوي من كم كافي من أكسوجين وكم كافي من غزة ودرجة حرارة مناسبة لنوع السمكة يعني في عوامل بيئية محيطة بهذه السمكة طوال الوقت طالما الظروف البيئية المتغيرات فيها محدودة وقليلة السمكة هنا وبتبقى في حالة توازن طيب نفرض لأي سبب من الأسباب إن الأكواريوم ده اللي هو محدود طبعا محدود يعني إيه؟ يعني المية اللي جواه وكم الأكسوجين اللي جواه ودرجة الحرارة متحكم فيها بوسطة أجهزة معينة لمن يقوم بتربية هذه السمكة أو رعاية كويس يبقى أنا هنا عندي في هذا الوسط لو كم الأكسوجين قل مع الوقت يعني المية دي ما بتتغيرش أو ما بيتمش إحلال المية اللي بقى لها فترة وبقى فيها وسط بروتكت من السمكة بمية جديدة فرش فيها أكسوجين حاطت حاجة اسمها إيربام بتدي برضو هوا أو إرييشن لي المية درجة الحرارة حاطت فيه هيتر عشان درجة الحرارة لا تتأثر بالغرفة اللي فيها الأكواريوم إذا كان غرفة فيها درجة حرارة بردة أو سخنة ففيه درجة حرارة سبتة السمكة دي بتعيش فيها حسب نوحها أنا بحط كل شوية كرجل صاحب الأكواريوم منوع من الغذى بمقادير معينة حتى تستطيع السمكة لا تاكل الغذى بتاعها طيب هنا في تحكم مني أنا كصاحب الأكواريوم والسمكة هنا مستجيبة للتحكمات اللي أنا بعملها نفرض لأي سبب من الأسباب أنا ما غيرت الشرمية أو الكهرباة قطعت وأنا مش موجود والإيربامب الأكسوجين قال له السمكة هنا هتتحول لإيه بقى هتتحول من حالة بالانس لحالة أن بالانس حالة عدم اتزان أكسوجين بيقل درجة الحرارة بتنخفض هي بتحاول أن هي تصيرفايف يعني تعمل العملية بتاعت الميزان هنا أنها تعيش في البيئة التي تبقى فيها متغيرات غير مناسبة لها وبالتالي أجهزة جسمها بتعمل بعض الأعمال الفيسيولوجية محاولة لتقليل من المجهود عشان استهلاك الأكسوجين محاولة لعملية إطلاق نوع من أنواع الطاقة الكامنة جواها إذا كان هي من أنواع اللي بتخزن الطاقة عشان تحافظ على درجة حرارة جسمها بتحاول أن هي تطفو على السطح أو تنزل للقاع علشان تشوف بيئة أو جزء من المياه ما زال فيه جزء من الغزاء وهكذا ففي تصرفات السمكة أو الكأن الحي بيعملها اللي يسميها تصرفات سلوكية محاولة الإنقاذ نفسه وفيه تصرفات داخلية أو تغيرات كيميائية وحيوية أو فيسيولوجيا داخلية بتتم بتنظيم معين من جهاز عصبي من جهاز كيميائي زي الغدد الصماء من بعض النظم اللي ربنا خلقها داخل هذا الكائل الحي محاولة للحفاظ على حياته وإعادة حالة البلانس إلى أن المتغيرات اللي حواليه تعود إلى طبيعتها دي مجرد مقدمة لموضوع مهم اللي هو الهوميوستيزيس وحنتكلم خلال الشرايح القادمة على بعض المعلومات والتفاصيل للتعريف بهذه الظاهرة في السيولوجيا المهمة اللي بتحكم كل العمليات الحيوية اللي موجودة في جسمي والعوامل اللي بتؤثر فيها إن شاء الله تعالى طب نبدأ بالتعريف هوميوستيزيس is a tendency of organisms to regulate and maintain relative internal stability هي قابلية الكائن الحي to regulate يبقى أول كلمة regulation تنظيم يبقى طول الوقت فيها عمليات تنظيم يبقى في ذهني أنا طول الوقت جسمي بيعمل عمليات تنظيم ليه to maintain relative internal stability عشان يحافظ على relative relative هنا كلمة بتقول لي إن مفيش حاجة اسمها في حاجة اسمها relative وفي حاجة اسمها absolute relative نسبي absolute يعني مطلق نسبي يعني فيه range فيه مسافة بيتحرك فيها أي متغير في جسمي يعني مسافة يعني مثلا البي مثلا بتاعت الدم من سبعة واربعة من عشرة لسبعة وتلاتة من عشرة ففيه واحد من عشرة رنج درجة حرارة الجسم الطبيعية من ستة وتلاتين ونص لسبعة وتلاتين ونص سبعة وتلاتين ونص سبعة وتلاتين ده الأفريج مثلا ففيه range لكن ما فيش حاجة اسمها absolute ما فيش رقم هو تركيز السكر في الدم الطبيعي من ثمانين إلى مئة وعشين ميلي جرام على الميلي يبقى دير range تمام اللي هو الريلاتف internal stability يبقى فيه internal stability هو الهدف الرئيسي لكل عمليات الحيوية أو محاولات الأورجانزم عشان يعمل ايه؟ ينظم ويحافظ على كل السوابت اللي موجودة بداخل هذه المنظومة بطريقة معينة ناخد برضو مثال نقرب زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة طائر في بيئة بردة حوالي تلك ريح الطعام شكله قليل الطائر في حالة سكون حركة قليلة فبيحاول في هذا الجو المتغير القاصي اللي هو بيعتبر external environment فهو حوالي external environment متغير تغير شديد هو بداخله internal environment بيحاول يثبت relative internal stability بتاعت كل أجهزة جسمه بمنظومة regulation ومينتنانس عشان يعمل ايه؟ عشان يحافظ على بقاءه في هذا الجو المتغير اللي بيؤثر أكيد عليه طبعا الأليات اللي موجودة داخل الحيوان هي أليات حيوية سبحان الله لا ننسى هذا أليات حيوية خلقت وأوجدت في هذا الكائن من الخالق سبحانه وتعالى بتنظيم وراسي معقد لأجهزة زي جهازنا العصبي وجهاز الوضد الصماء وبعض السنسورز أو اللي هي المجسات أو اللي بتجي اللي بيسموها إشارات حسية عشان هو ابتدى يشعر بالتغيرات وبالتالي يستجيب بتنظيم ومينتنس أو مينتنس للريلاتيف انترنال استفادة The mechanisms of homeostasis طيب الميكانيزم بتاعته الهوميوستيزس اللي بيستخدمها هذا الكائن وغيره بريفينت بتمنع The internal environment of the animal from being disrupted by the external environment بيمنع حدوث تغير شديد في الانترنال environment نتيجة أو استجابة للإكسترنال environment Un hurting to survival اللي هو بسعب يبقى قاسي جداً لبقاء هذا الكائن الحي بقى هنا بفهم مينيزمك متعددة واليات متعددة طيب لا ننسى في حدثنا الأولى في المحاضرات البدايئة اللي تكلمنا فيها عن مكونات الحيوية cells tissues organs organ system ثم اتكلمنا بعد كده على المكونات الاخرى البودي فلويد والاورجانيك كومبوزيشن بتاع الكائن الحي كل دي مكونات تشارك فيه الاليات المختلفة الخاصة بالهوميوستيزيس طيب احنا قلنا السيلز اللي هي ايه بلدينج ان فانشنال بلوكس اوف لايف او يونت اوف لايف كل خلايا جسمي على اختلاف انواحها خلايا كبت خلايا قلب خلايا مخ دائما وابدا عندها الخبرة وعندها القدرة درجة حارتها المناسبة اللي هي طبعا زي درجة حارت الجسم بي اتش دي بتختلف من موقع الخلايا خلايا المعدة بي اتش عمرية خلايا تجويف الفم واللعاب وابي اتش مدعد لتميل القاعدية خلايا الدم تميل القاعدية وهكذا جلوكوز كونسنتريشن كمية الجلوكوز اللي موجودة داخل خلايا اللي بتديها الطاقة بتاعتها فخلايا القلب كمية الجلوكوز فيها تختلف عن خلايا مثلا موجودة في منطقة العظم خلايا جهاز العصبي جمية الجلوكوز اللي فيها تختلف عن الخلايا اللي موجودة مثلا في الطحار وهكذا يبقى عندي مجموعة من المتغيرات طب ليه انا عملا اقول متغيرات وارجع اقول ثوابت لان هذه المعايير او هذه الثوابت الحياة بالنسبة لخلية بتتغير اه بتتغير بس هو طول الوقت بيحاول يزبطها لان انا مثلا جلوكوز كونسنتريشن جلوكوز كونسنتريشن ده تركيز الجلوكوز بيجيلي منين؟ بالطعام اللي انا بكره طب في وقتنا ما باكلش فيه طعام جلوكوز كونسنتريشن بيقل في الخلايا بيبحث عن مصدر اخر يجيب منه جليكوجين المتخزن في الكبد او في العضلات وهكذا ففيه تغير عشان رجع للقيمة الحقيقية تغير عشان رجع للقيمة الحقيقية وده ببساطة شديدة هي آليات الهوميوستيزة نبص على الصورة الزهرت عندنا هنا بيقول لي الكثير او الحضاشة دول اللي اتكلمنا عليهم من كل السيستم دي تمام مكونة من عدد كبير من الخلايا والانسكة والاعضاء طول الوقت البودي سيستم منتين هوميوستيزيس بيحاولوا يساعدوا بعض عشان منتين هوميوستيزيس ليه؟ اللي هي اصغر الوحيدات اللي فيه ده مهم قوي عشان يحافظ على حياة الخلايا بمكوناتها اللي بتحتويها كويس طب الخلايا دي بحافظ عليها ليه؟ لان هي اللي بتعملني انا بتعملني انا كسيستم خلايا جهاز التنفسي خلايا جهاز الهضمي فانا كجهاز انا عندي القدرة للتنظيم العام مع اجهزة اخرى عشان احافظ على مين؟ على مكوناتي انا كويس؟ وهكذا الدائرة دي بيكون دائرة نكحة لو الانسان حالته الفيسيولوجية مستقرة هميستيزيس ساوي ستيبل انترنالuman اللي هو البودي اكوليبري. الاستجابة لأي تغير في الاكسترنال كونديشنس انما رجوليتز الانترنال انفيرومنت رجولار تمام. زي ماست دو زيس تو اتشيف هوميوستيزيس اللي هو الانترنال ستيت. هنا برضو صورة تانية عشان نوضح بعض الكلام اللي ممكن ما يكونش لسه وصل لطلبنا الكرام. عندي هنا المربع ده بيمثل الانترنال انفيرومنت اللي هو مجموعة من الخلايا المتنوعة. ده انترنال انفيرومنت. ناخد مثلا عندنا هذا الطائر الجميل. ده الانترنال انفيرومنت. كويس. وحوالي الاكسترنال انفيرومنت اللي هو ده. كويس. الاكسترنال انفيرومنت لا يساهم هنا رسامه ليساهم جميل. يقولي large large external fluctuations. في عندي هنا متغيرات واسعة المجال. بمعنى هذا الطائر كان الاسبوع الماضي درجة الحرارة في المكان ده كانت خمسة وعشر وثلاثين. في خلال ايام نزلت لصفر ومينس تن. وتحت الصفر بعشر درجات. يبقى هنا في عندي large external fluctuations. الطعام كان متوفر من اسبوع. الطعام مش متوفر دلوقتي. الميا كانت متوفرة من اسبوع. الميا مش متوفرة دلوقتي. فانا عندي متغيرات ممكن تكون حادة وكبيرة جدا. المتغيرات الحادة والكبيرة اللي هي بيسموها fluctuations اللي هي متأرجحة. متأرجح كبير قوي. ما بين قيم عالية قوي. تمام؟ في المقابل في المقابل جسمي انا وخلايا الكائن الحي يجب ان يكون فيها المتغير ايه؟ small external environment large external fluctuations. جوه في جسمي طول الوقت بحاول اخليها small internal fluctuations. بمساعدة مين؟ حاجة اسمها control systems. يبقى ما بيننا احنا كائنات حية وما بين الانفيرومنت الخارجي عندي control systems. انظمة تحكم. جزء منها بيكون بعض البودي سيستمز زي النيرفا سيستم والاندوكراين سيستم زي ما هنشوف مع بعض. يبقى تلخيصا جسمي مجموعة الخلايا اللي فيه اللي بتكون البودي سيستمز طوال الوقت بتحاول تعمل تصبيت regulation and maintaining the internal stability من خلال التحكم في ان تكون الفلكتويشنز دائما صغيرة بالرغم من الفلكتويشنز الايه الكبيرة او التأرجح الكبير في التغيرات الخارجية. بيتم ده ازاي؟ شريحة شريحة كده هنفهم الامور اكثر وضوحة ان شاء الله تعالى. هندي بعض الامثلة واحنا ماشيين عن عمليات التنظيم لمتغير معين بيتعرض للانسان في البيئة المحيطة بيه ومحاولة جسمه لتنظيم المتغيرات الداخلية في اضيق حدود ممكنة. دائما وابدا الانسان او الشخص او الكائن الحي مهدد بالانفيرومنتال تشينجس اللي حواليه. او دائما وابدا بيستقبل معلومات عن حالاته اللي كان حالة من السعادة او حالة من الراحة او حالة من الخطر. فهو دائما وابدا عنده المستقبلات الحسية من جهازه العصبي وبعض التنظيمات الداخلية بتقوله الوضع بتاعه ايه. تمام. ولذلك هو بيعمل بريبيرينج فور اكشن. بيحضر نفسه الاكشنز مستمرة. ممكن يعاني من اه صعوبة في التنفس. يعني عرق شديد. رعشة شديدة. اللي هي حركة العضلات ورعشة العضلات اللي موجودة في الرجلين. دي كلها احنا كلنا حاجات بنحس بيها. يعني لما واحد فينا يحس بقشعريرة في جسمه. فجأة. قشعريرة دي اللي احنا بنقول عليها نتيجة مثلا شاف حاجة سمح حاجة. فجأة حصل عنده قشعريرة برودة شديدة جات مرة واحدة. وهكذا. قشعريرة دي رد فعلا من جسمه مش متحكم فيه. طيب. شورتنس اوف بريس. فجأة كده محسس ان مفيش اكسوجين في الجو. اه او ان النفس بتاعه دايق. او النفس بتاعه فيه صعوبة. فبيحاول ياخد نفس عميق. بيحاول ان هو اه يجد لنفسه زي يقوله متنفس او مكان ياخد فيه كم اكسوجين كتير. اه فجأة يلاقه رجله حصل فيها كرامب. او رجله بتتحرك حركة مفاجئة. اه وترجع تاني الوضعات الطبيعي. كل دي جزء منها جزء منها رد فعلا لها اراضي ورد فعلا اراضي لاحداث معينة حدثت في جسمه او متغيرات في البيئة الخارجية وجسمه بيستجيب على مدى قصير او على مدى طويل او مدى مستمر للوقت اطول. طيب. هذه الحالات طبعا دي كل يقولوها فيسيولوجيكال اه او فيسيولوجيكال ريسبونس. فامور دي الفيسيولوجيكال ريفليكت بتاعك اسلية مجهود. زي افورت اوف زبودي. مجهود للجسم ومحاولة من الجسم تو مانتين اتس انترنل اكوليبريم. نتيجة انه ايه سويتنج. سويتنج هلاقي نفسه عمال عرق اعرق. انا مش قادر اتحكم في العرق. انا عمال عرق ليه? ملوء اسباب. من اما اسباب الحرارة الشديدة او الجو اللي فيه الشمس قارصة عليها جدا وانا برق او ان انا بعمل مجهود رياضي عنيف او في بعض حالات الخوف الشديد. تمام? بعرق. مش قادر اتحكم في العرق ده بس جسمي بيعمله عشان محتاج انه يرطب من درجة الحرارة الداخلية او اه يهد من عمل بعض الاجهزة في جسمي. كويس. يبقى دي الفيسيولوجيكال مينفيستيشنز ولا اه? تمام. بتعمل ايه? بتعكس لي رد فعل لحالة معاناة داخل جسمي عشان يحدث العرق مثلا الشديد اللي عندي ده. بعد شوية الجوة تلطف شغلت تكييف شغلت مروحة ابتدى الجوة عندي ايه? في جسمي يحس بيه? او جسمي يحس بالانفيرومنتو اللي حواليه. ابتدت درجة الحرارة فيه تبقى كويسة تبتدي العرق يخف معي مع الوقت. بس بحتاج بعد كده ايه? هلاقي جسمي بيطلب شرب مية كتير قوي. بلاقي نفسي بروح واشرب مية كتير ليه? عشان انا عوض العرق. احساسي بشربه المية ده رفليكشن برضو وافرته من جسمي عشان يقول لي هاتلي المية اللي انا خرقتها في العرق. تمام? طيب هنشوف هنا مثلا في الشخص آآ ماشي دنيا حر فبيعرق. فالمين ميكانيزم عندي عشان اقلل احساس بدرجة الحرارة. كمان بيحصل اللي موجودة على القريبة من الجلد بيحصلها تتسع عشان الدم هو جاي محمل بمية. لازم الدم فيها مية كتير. فبتساعد على خروج المية دي في الغلد العرقية وترطيب الايه? الجلد واعطاء للجسم الداخلي درجة حرارة آآ مناسبة بيخرج درجة حرارة الموجودة في جسمي اللي انا بتعرض لها من الشمس امتصها جسمي وبطلحها بره المية اللي طلعة. كمان المية ويطلعة مع الهوة اللي ممكن يكون موجود في الجو بتديني احساس باية? بالبرودة. هقول لكم كمان مثال أحوال جده بنعمله احنا ساعات كده وانا حرام اقوم رايح فاتح المية حنافيةك المية اوجيب أستاذ المية واخسل وشي انا باخسل وشي ايه؟ بمية زيها زي العرق. المية دي لما بغسل بها وشي بترطب جلدي والهوا اللي موجود في الانفيرونت حتى لو هوا سخن بيعمل نوع من أنواع البرودة مع الميا اللي أنا غسلت بها وشي زي العرق ده أكله الميا اللي أنا بغسل بها وشي بس يطلع من جسم نيجي على نيجي العكس الشخص تعرض لبرودة شديدة أو راجل عايش في مناطق بردة جدا هو محتاج هنا إيه؟ محتاج عكس الحالة دي. إيه عكسها؟ إن أنا محتاج أدف جسم. هناك محتاج أبرد جسم. هيحصل شيفرينج. شيفرينج اللي هي الرعشة بتاعت البرد. تمام؟ فبقى باخد احتياطاتي وبنبس بعض الملابس ودي طبعا تصرف مني إراضي. تمام؟ كمان جسمي هيعمل ايه؟ بدل ما هنا كان أعمل دياليتيتينج أو دياليتيج للبلوت فيزل هيعمل للديرمالبلوت فيزل ويقلل كم الدم اللي خارج ليه الجلد عشان يقلل البلوت فلو اللي رايح للجلد عشان أحافظ على الدم يلف في الأعضاء الداخلية وفي العضلات عشان الدم كده في حرارة محتاجها داخلين ومحتاج مش محتاج أفقد حرارة مع برودة الجو في المكان اللي أنا عايش فيه. هنشوف مع بعض جدول سريع بيقارن الحالة الفيسيولوجية ما بين شخص في هوت وزر وشخص في قلد وزر. طبعا هو إنسان وده إنسان في الهوط وزر حيحصل بازو دايلتاشن في البازو دايلتاشن هتساع في القواعي الدموية الارتريولز دايلتس انلارش بتكبر في الدامتر بتاعها زي ما قلتلكم دم كتير حيروح للسكن الجلد هي الطبقة الخارجية المتعرضة لدرجة الحرارة كابيلرز وبيفقد حرارة عن طريق العرق وعن طريق الدم الكتير المتضفك الجلد العكس في حالة البرود حالة البرودة بتقل في الديامتر عكس الحالة اللي هنا بتخلي الدم يلف داخليا بالحرارة اللي شايلها من مختلف أعضاء الجسم بتاعي في حالة الهوط وزر في ريأكشن في سيولوجي تاني اللي هو السويتينج هنا هبقى عكسه الشيفرينج السويتينج اللي هو بحصل عندنا السويتينجلانس سيكريت السويت اللي هو العرق بتقليقر من الهيت اللي بيطلع الهيت من الحرارة من المية اللي جاية في الدم وتغير الحالة بتاعتي العكس فيه الشيفرينج اللي هو الرعشة اللي هو محاولة من الجسم لبس الدفء في العضلات وفيه السطح الجلدي الخريج رابط كونتراكشن اند ريلاكسين اوفكيليتال موسيلز هيت بروديوست باي ريسبايريشن والهيت بينتج عني نتيجة عملية الشيفرينج وريسبايريشن السريع هنا هيحصل في الهوت ويزر اللي هي حاجة سمها بايلو ريلاكسيشن وهيحصل العكس فيه الكلد ويزر بايلو ريكشن ماشي بايلو اريكشن هنا البيلو ريلاكسيشن اللي هو الهير اللي موجودة في الجلد العكس الناحية التانية الهير ستاند اوب في الكلد ويزر استريتشنج اوت وهنا كرولينج اوت هنا باي اوبنينج اوب بيحصل ان الجسم بيتعرض حتى احنا اللبس بنخففه ونعرض جزء كبير جدا للحرارة الجو الخارجي عشان يطلع الحرارة في جسمنا في عكس الحالة الكلد اوزر طبعا زي ما احنا شايفين تاني في عندنا صورة بتقرب الحالة اللي احنا قلناها او الحالة الفيسيولوجية دي هادي الشخص في وضعه الطبيعي يا اما هذا الشخص يتعرض لحرارة شديدة جو حار يا اما برودة شديدة وهو طول الوقت بيحاول انه هو ينظم حالته عشان يرنجحها للوضع الطبيعي اللي هو يحافظ فيه على الانترنت استابلتي بنوع او بالميكانيزمس اللي احنا شرحناها هنا في هذا الجدول هذه الاكشنز ممكن تكون ممكن تكون ارادية زي اللي هو شرب المية نتيجة العرق الشديد ان انا اكل لما احس ان انا جعان او مستوى السكر عندي فدي دوافع ارادية بروح نحية الاكل بروح نحية الشرب بفكر في هذا الامر بدافع من جهاز العصبي وروح انفزه كمان لبسي للجاكت التقيل والكفية والحاجات دي كلها قبل ما اخرج ده فعل ارادية انا بحاول ان انا اغطي نفسي بحاجات تحفظ حرارة جسمي كمان لما بكون عندي الاوضع حر بافتح الشبابيك اللي ممكن تدخل درجة حر كل هذه الصرفات ارادية بس مدفوعة بايه باوامر من جهاز العصبي اللي هو بيديني هذه الامكانيات والتصرفات عشان الحالة اللي انا فيها او بعضها بيكون زي قولنا اللي هو الرعشة والعرق وبعض المظاهر الاخرى اللي بتاع الرجل وهكذا كل دي مظاهر او آليات جسمي بيعملها مدفوعة بتصرفات ارادية او غير ارادية واخدنا المثال بتاعنا اللي هو محاولة الحفاظ على درجة حرارة الجسم والانترن في الكولد ويزر والهوت ويزر بالميكانيزمس المختلفة اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي حنعرض مع بعض ان الهومستاتيك ميكانيزمس اوبرات ات اول ليبلز وبنذكر مع بعض ودائما وابدا بنحاول ان احنا طول شرحنا لمفردات الفيسيولوجي ان نتكلم عن كل مكونات الجسم بدءا من الملوكلر والاتوميك ليبل وصعودا للماكرو موليكيولز والسيلولر كونتينت زي الورجان والتشو والاورجان والاورجان سيستم عشان نبقى فاهمين ان الهومستاتيك ميكانيزمس اوباريت ات اول ليبلز والاورجان 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 سيستم والانترن الكمبوننت اوف هوميوستيزيس ونقدرون عليهم المين انترن الكمبوننت الكنسنتريشن اوف اكسوجين انت كربون دايوكسايد تركيز الاكسوجين والكربون دايوكسايد في الدم عندنا وفي خلايا جسمنا البي اتش اوف انترن البي اتش بتاع مختلف عضاء جسمي خلايا جسمي مكونات جسمي مختلفة طبعا عن بعضها حسب المناطق والوظيفة دائما وابدا في حالة من المراقبة لحالة المكونات الغذائية المتوفرة لخلايا جسمي امتادها بالطاقة وعمليات البناء والتمثيل الغذائي والمواد المتراقمة من او المواد الاخراجية وضرارها على الجسم ووجوب خروجها من الهزة الخاصة زي الكليتين وزي الميا اللي بتخرج زيادة عن العرق وزي سانوكسيد الكربون اللي بيخرج من الرئتين وهكذا وبالتالي دي مجرد من في جسمنا كل كالسيوم بتاعه المغنيسيوم السوديم الحديد كل ده له كل واحدة من دول او كل من دول له قيم نورمال فاليوس فرنج معين يجب ان الجسم طول الوقت بيحاول انه هو يحافظ عليها ويعوضها ياما عن طريق الطعام الممتص ياما من مخازن لها زي الكالسيوم مثلا لو نقص في سوائل الجسم او نقص في الخلايا بيبحث عنه في المكان المتخزن فيه زي العظم ويطلعوا بواسطة الهرمونات الهرمونات الدرقية والجار الدرقية اللي بيعمله عمليات التوازن للكالسيوم وبالتالي يفضل الكالسيوم في مستوى الطبيعي نفس الكلام بالنسبة للسوديوم يخرجه مع البول او ما يخرجوش وهكذا حجم السوائل اللي تكلمنا عليه في وبريشر بتاع عزيز السوائل وبالذات وتصبيته داخل الجسم بتاعنا وهنا بيحاول يقول ان الحاجات اللي احنا منتكلم عليها هنا في تحليل الدم الصغير بتاع الارتيريال بلات سعب خمسة وتلاتين لسعب خمسة واربعين وحنلاح ازاي ما قلت في البداية دائما وابدا عندي مينمم وعندي مكسوم ورنج وسحب يكون داية اوي زي بتاعة البلات البيكربونات 24 ل28 الاؤكسجين كونتين 17 واثنين بي توتال اللي هي جزء والجلوكوز دا 400 800 شايفين هنا الرنج واسع شوية مختلف عن الرنج مثلا مثلا البيئتش بتاع ارتيريال بلات الجلوكوز 75 ل110 بعد الكتب بتكتبه 80 ل120 وهكذا دي امثلة لكل القيم اللي جسمنا طول الوقت بيحاول ان هو يبحث عن سبات لها تنظيم لها حفاظ على مستوياتها بآليات مختلفة تبدأ من وصم وبالتالي طوال الوقت احنا في حالة من الهوميوستيس نورمالي the organism is always in هوميوستيس ده اللي نقيله في الشريحة الماضية احنا دائما طوال الوقت في حالة هوميوستيس طيب لو حصل عندنا اي في المتغيرات الخارجية تتبح هوميوستيس او بحث على الاتزان في المتغيرات الداخلية او حتى لا يحدث تغيرات داخلية ففي عندي حالتين يعني يحصل successful compensation يعني يحصل تعويض ناجح يعني تعويض ناجح يعني ادار تتحكم في مستوى السكر في الدم كويس يعني انا في حالة صيام في حالة جوع شديد في حالة مجود شديد مستوى السكر ابتدي ايقل ابتديت على طول انا في جسمي ادي اوامر لهرمونات زي الجلوكاجون من البنكرياس وبعض الهرمونات الاخرى الجلوكو كورتيكويتز من الكورتيكس ادرينا الكورتيكس تطلع للجلوكوز اللي متخزن في الجلايكوجين لانا نجحت ارجع تاني نسبة الجلوكوز ده بيسمى مثلا successful compensation هيحصل منه ايه يبقى هنا الهوميوستيزيس established رجعنا تاني حالة الهوميوستيزيس الخاصة بالجلوكوز ياما لعجس هيحصل failure to compensate ياما الجسم مش هيقدر يعوض الخلل اللي حصل ده failure فشل ايه نوادجه هيحصل حالة من حالات الباسو فيسيولوجي او حالات الخلل فيسيولوجي ينتج عنها حالة مرضية معينة او قد ينتج عنها ولا يازو بالله موت نتيجة فشل في ارجاع الاوضاع للقيم الطباية بتاعتك شرط ده بيلخصتنا الفكرة دي دائما وابدا الورجانيزم in هوميوستيزيس تمام زي العبارة اللي مكتوب عندنا هنا والهوميوستيزيس ده بيكون تحدي ما بين الانترنال والمحافظة على الانترنال طيب هيحصل ايه بعد كده الانترنال حالة لو حصل لص هوميوستيزيس الكائن الحي وجهزة جسمه بتحاول كومبنسيزي يعني تعوض تعوض ايه الخلل اللي حصل هنا في الهوميوستيزيس فانا عندي حاجة من الاتنين يائما الكمبنسيشن ساكسيدد يائما الكمبنسيشن بينجح يبقى انا هنا يحصل عندي ويلنس ويلنس يعني صحة طيبة وتعافي تام من الحالة بتاعة الديستيرباز يائما التعويض حيفشل نتيجة خلل في احد اجهزة الجسم نفرض مثلا ان البنكرياس مقدرش يفرز الجلوكاجون بكميات كبيرة نفرض ان الليبر نفسه اللي فيه جليكوجين فيه مشكلة فانا يحصل في الكمبنسيشن يحصل ايه 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 طيب القصة اللي احنا عملين نتكلم عليها ديا بيحكمها قلنا فيه حاجة اسمها control system او control systems اجهزة تنظيم موجودة في جسمه بالضبط زي الاجهزة التنظيم اللي موجودة فيه ايوة فيه اجهزة كتير عندنا مطور السيارة فيه جهاز تنظيم مطور التلاجة فيه جهاز تنظيم الدفاية اللي في البيت اللي بتعمل درجة الحرارة وتصبطها عند حد معين المكوى اللي بنيكو بيها فيها جهاز تنظيم تكييف في جهاز تنظيم اجهزة التنظيم اللي موجودة في جسمنا بتختلف شوية عن اجهزة التنظيم اللي موجودة في الاجهزة ولكن الهدف واحد اللي هو اعطاء كفاءة مثالية ل الحالة اللي عليها الجهاز او المنظومة المتكابلة طب هنعرف مع بعض ايه الـ ممكن يكون عندي هذا الـ open system open system بسموه linear and have no feedback such as light switch مثال عندنا لأحد الـ system يسموه open loop يعني طرف واحد مش متوصل بالطرف الثاني ازاي الكلام ده يعني ادي طرف الطرف اللي هو مفتاح اللي بتحكم فيه في اضاءة المصباح او اغلاقه انا بدوس على المفتاح الاخضر ده مثلا حينور المصباح وقت ما انا احب اطفي النور هدوس على المفتاح الاخضر لكن مفيش اتصال مباشر لما النور هنا يصل الى مثلا قيمة معينة حيطفي الوحده يطفي الوحده يعني يعني يبعد اشارة اشارة مرتبطة بالمفتاح بتاعه عشان يقوله اطفي النور ولذلك ده بيسموه open loop لان التحكم فيه في اتجاه واحد انا اللي بتحكم فقط بفتح النور او بطفي النور تمام هنفهم اكتر لما نعرف ايه الفلق بينه وبين السيستم التاني اللي بيسمى closed system ده بيبقى له two component sensor يعني جهاز حساس او بلاش كلمة جهاز عشان ما ناخبطش مع جهاز التحكم sensor يعني وحدة احساس او وحدة شعور بحاجة معينة شعور بقيمة درجة حرارة شعور بكمية ضوء شعور بمستوى ضخ البنزين في العربية وهكذا such as thermostat زي thermostat اللي احنا بنظبط ب درجة حرارة المكوى واحنا بنكوي عايزين نكوي قطن عايزين نكوي صوف بنظبط درجة حرارة بسر مستات ويخلي المكوى تشتغل او تخلي المكوى تفصل الحرارة عشان يبقى درجة حرارة ثابتة ما تعملش ضرر في الملابس بتاعتي كمان في عندي effector اللي هو بيتأثر ب المتغيرات في السر مستات such as heater اللي هو السخان او الدفايل اللي موجود عندنا في البيت وده بيسمون feedback control لانه مرتبط ببعضه الوحدات مرتبطة ببعضها عكس ال system open الوحدتين دول مش مرتبطين ببعضهم ما بيغزوش بعضهم بنتائج معينة مصد physiological systems معظم الانظمة الفيسيولوجية في جسمنا بتستخدم هذا النظام الاعجازي اللي هو feedback اللي هو بيسموه بالعربي او الترجمة تغذية رجعية يعني ناتج بيؤثر في المسبب الحدث وحنفهم اكتر من الكلام اللي انا بقوله بعد كده عندنا قولنا في الاجهزة المنزلية الهيطر الهيطر الدفاية في اثناء الجو البارد بنشغل دفاية ونزبط درجة حرارة معينة عشان الدرجة الحرارة تحتها دفاية ما ترتفعش قوي الدفاية ممكن تضار واحنا كمان درجة الحرارة العالية ممكن تؤثر علينا اللي بيحصل اننا بيكون عندي سير مستاد اللي هو بيضبط على مثلا 30 درجة كويس 30 درجة بلاق الدفاية في نور نور معناها فيه كهربا دخلت على الدفاية للمفتاح اللي جو الدفاية اللي بيخليها توصل كهربا او تفصل كهربا توصل او تفصل ففي الحالة اللي وصلنا ل30 هادي اشارها هي اوتوماتيك تفصل كهربا تفصل كهربا يعني ايه فيدباك يعني احنا كده وصلنا للرقم اللي احنا محددينه بعد مرور 10 دقايق درجة حرارة الغرفة اللي كانت وصلت 30 نزلت 28 السنسور اللي موجود في الدفاية هيحس بالفرق الدرجتين دول هيعمل ايه هيدي اشارة فيدباك نتيجة انخفاض درجة الحرارة للمفتاح اللي موجود في الدفاية عشان يوصل الكهربا من جديد ولاقي لمبة لوورد ولاقي ابتدة الحرارة ترجعتين كويس فهنا عندي ايه دايرة المغلقة اللي هي يعمل افكت هو نفسه يؤثر في الاكشن اكشن يعمل افكت الافكت نفسه يؤثر في الاكشن وهكذا الدائرة دي دائرة مغلقة وتسمى التغذية الرجعية طيب الهوميوستيزيس سنبتدي بقى نتعرف عن قرب بالميجور الموجودة في جسم الانسان تمام بس احنا اخذنا فكرة ان في حاجة اسمها open system وclosed system وفي feedback system دا in general طب في جسم الانسان ايه المنظومة اللي موجودة او ايه السيستم اللي موجودة عندي في جسم الانسان عندي اول تنظيم nervous regulation ومن اسمه خلاص عرفنا ان دا involves nervous system a process in which body function are controlled by nervous system وده التحكم الرئيسي في جسمنا nervous system يتحكم في كل اجزاء جسمنا كويس بما فيها الاندوكرين system اللي هو system الثاني اللي هتكلم عليه دلوقتي هو الو upper hand في عملية regulation ليه لانه يملك الادوات بتاعته ايه هي الادوات اهمها ايو رابو اهمها السنسور السنسور اللي هي اجهزة طلق المعلومات واجهزة استقبال المتغيرات سواء من وسط خارجي او من داخل جسمي ونقلها الى جهاز عصبي مركزي عنده القدرة على تحليل هذه المتغيرات وهو عنده مخزن من المعلومات وراسي درجة حوار الجسم كام 37 30 درجة البي اتش كام في الدم كذا درجة تركيز الجلوكوز كام كذا فيبتدي هو يدي الاوامر بقى بصورة مباشرة للاعضاء اللي هتعمل لتعويض للتغير اللي حصل ميزة هذا السيستم ايه تأثيره سريع جدا عشان كده ده بتاع الامرجنسي ده بتاع الطوارق ده بتاع انه بينقذ الجسم من حالك كتير جدا طبيعة عمله كده اشارات عصابية في اجزاء مثل ثانية بتوصل الاحساس بالمتغير وتوصل رد الفعل بايه بما يجب حدوثه لانهاء هذه الحالة من الخلال اكت اجزاكتلي اور لوكال كمان بيشتغل على مناطق محددة بمعنى انه الهدف بتاعه منطقة واحدة سابتة اللي جاي منها الحدث اللي جاي منها التأثير يعني مثلا لما نيجب نقول نسبة ثانية اكسيد الكربون عالية في العضلات او عالية في القلب تبدي مثال ثانية اكسيد الكربون عالية ده غلط ازاي يعلى ده ثانية اكسيد الكربون ده المفروض يخرج هيحصل ايه لازم ادي اوامر للميكانيزم او الاليات اللي هتخلي في سرعة لتخليص الجسم من ثانية اكسيد الكربون و اخراج او تعديل البي اتش و اخراج اصراع في عملية التنفس الزفير عساس اخرج الثانية اكسيد الكربون تمام كمان الصفة التالتة يعني التأثير بتاعه او احنا قلنا رقم واحد سريع رقم اثنين في المكان بالزبط اللي فيه الحدث رقم ثلاثة عفوا اللي هو نتيجة رد الفعل السريع من الاشارات العصبية عشان كده هو السيستم بتاع الامرجنسي المثال بتاعنا هنجلسه في النرف السيستم ان شاء الله تعالى بدءا من المحاضرات القادمة اللي هو الريفليكس ارك اللي هو ايه اللي هو القوس المنعكس هديكم مثال سريع وفكركم لما واحد فينا غصبا عنه كده على المكتب بتاعه في دبوس هو مش شايف وحط ايته عن دبوس فتشك شك عمل ايه رفع ايده بسرعة ده الريفليكس ارك او واحد جي يمسك كوباية مش واخبانه الكوباية دي فيها سائل سخن جدا فهيمسك الكوباية او ما يمسك ها والحرارة تلمس جسده يبقى هنا الجلد حصل له تأثير بدرجة حرارة اللي موجودة في الجلد حاس بدرجة حرارة بيعمل ايه بيرفع ايده بسرعة لانه مش هيقدر يمسكها ده رفليكس السريع ولوكالي برضو لان اليد هي اللي بتتحرط مش الرجل ولا حاجة تانية كمان للفترة المناسبة لازالة المؤثر النوع التاني من السيستم وهو بيكمل عمل وطالما قلنا يوم نتكلم على كيميكال سيكريشن دي رجلاتري بروسيس برفورم باي منلي هورمون فروم زيند كرين جلان اكتف كيميكال سبستانس بتم افرزها من بعض الخلايا المتخصصة اللي مازالت بتكتشف لها الان وبيكون المكان بتاعها بتفرس في الدم وصلتها الى تيشوز معينة بسمى تارج تيشوز عشان تعمل التنظيم الخاص بالكيميكال اللي جاية وده منلي بيقوم بالاندوكراين سيستم يبقى انا عندي نيرفا سيستم واندوكراين سيستم عندي نيرون رجوليشن وعندي كيميكال رجوليشن ايه مميزات الكيميكال رجوليشن بقى زي ما قلنا في النيرفاس هنقول مميزات او خواص الكيميكال رجوليشن ات ريسبونس سلولي يبقى هنا الاستجابة بطيقة هنا الاستجابة في النيروس مقارنة سريعة بيشتغل على مجال واسع من القشوز والخلايا مش على مكان محدد مقارنة تانية في الصفات بين الاتنين مقارنة التالتة بيستمر الوقت طويل قد يبلغ أيام وأسابيع هنا أجزاء من الثانية يبقى نستنتج من كده إيه؟ أن النيروس ريجوليشن له خواص تؤهله أو تسمح له بالتنظيم السريع جدا المحدد جدا لوقت قليل جدا يتبعه الكيميكال ريجوليشن من خواصه تأثيره أو استجابته تأخذ بعض الوقت ممتد المفعول على أكتر من مكان يقعد لوقت طويل حتى يواجه حل مشكلة مستمرة لوقت طويل ولذلك الاتنين بيكملوا عمل بعض في الحفاظ على الهوميوستيزيس لتأديبا كل المنظومات الفيسيولوجية اللي موجودة في جسمنا وحناخد أمثلة وإحنا ماشيين في المحاضرة ثم إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن كل سيستم لوحده بقى بخواصه بتركيبه بطريقة عمله بوظيفه حنذكركم بالقصة بتاعة الهوميوستيزيس السيستم الثالث وهو الأقل استخداما في المنظومة الحيوية اللي هو الأوتو ريجوليشن وده تنظيم ذاتي في منطقة معينة بتعمل التنظيم الذاتي لها يعني بيحصل في منطقة معينة في تيشو معين في أورجن معين بيعمل ريسبوند تو انفيرومنتال تشينج لتغيير في انفيرومنتال تشينج أو انترنال تشينج بغض النظر عن نيرفوس أو الاندوكراين ريجوليشن مالوش دعوة بالاتنين دول تمام الاكزامبل بتاعنا مانتين اكونستان بلات فلو دسبايت شينجز انبيبريوشن بريشن وحالات الانفلاميشن الفلاميشن الالتهاب أو مانتينين اكونستان بلات فلو بعض الأعضاء والخلايا بتحتفظ أو بتحافظ على البلات فلو في الأجزاء الخاصة بيها بالرغم من ممكن يكون تغير في البرفيوجن بريشن اللي ايه اللي الدم بيجي فيه اكثر وضوحا الانفلاميشن الفلاميشن اللي هو التهاب افكركم اكيد كل واحد فينا تعاور في حياته لتعويرة او جرح صغير في ايده او في رجله او في وجهه او او بيحس بعد شوية من الجرح ده ان الجرح احمر ان الجرح في شوية سخونة صغيرة ان المكان بتاع الجلد شكله تغير ده اللي بيسموه انفلاميشن وده تفاعل موضعي عشان كانت تفاعل موضعي من الخلايا لمسبب التغير اللي هو الجرح قطع في الجلد تتغير في التركيب بتاعي وبالتالي ابتدت تخش عندي بعض المايكروبات اللي كانت ممنوعة من الدخول لما كانت جلد سليم حصل ايه استجابة منعية انفلاميشن بتواجد بعض الخلايا المناعية عملت افرازات معينة بتواجه البكتيريا عشان تقضي عليها قبل ما تنتشر في الجلد فده اوتو في المكان نفسه وحل سريع لمتغير محد المنصفات الاوتو ريجوليشن الامبليتود بتاعه امبليتود بتاعه اقل في الحدة بتاعته الاكستينشن اوف زا افكت is smaller than the other two types وامتداد مساحة تأثيره اقل من the other two types ولذلك هيتبقى لنا ان احنا نقول الريجوليشن الميزان او الاكوليبيل المنفكر بي the ability of an organized to maintain a stable internal condition in a constantly changing environment in the human body these three regulations تلاتة دول have coordinated بتتنصق مع بعضها او بتنصق العمل مع بعضها and act as one system known as feedback control system لشان كده ننتقل في الشراحة القادمة للقاء النظرة اقصر تفصيلا او اقصر شرحا للfeedback control system اللي موجود في الجسم الانسان او بيستخدمه ازاي الكميكا الريجوليشن والهرمونة والنيرفوس ريجوليشن feedback control التحكم بالتغذية الرجعية the word feedback كلمة feedback means a process in which a part of output هي تعبير او هو تعبير يعني عملية اللي من خلالها جزء من مخرج معين مخرج يعني نتيجة حاجة معين بيسموها feedback signal from controlled organ من organ يتم التحكم فيه يعني ايه بيتم التحكم فيه يعني organ تحت سيطرة من جهاز العصبي او جهاز الوضط الصماء او الاثنين مع بعض يعني معنى كده اهه صح زي ما انت بتفكر معنى كده ان كل اعضاء جسمي بخلاياها وانسجتها control control دعني ايه متحكم فيها وطالما متحكم فيها بالانظمة اللي احنا ذكرناها في الشريحة السابقة سواء كانت من نيرفوس سمى endocrine regulation والاوتو اقلهم معنى ان هذه الاعضاء والانسجة والخياة متحكم فيها معنى ان نتيجة التحكم ده ينتج عنها output ينتج عنها فعل معين الفعل اللي بينتج عنها بيدي اشارة للسيستم الرئيسي المتحكم فيها سواء كان نيرفوس او endocrine او الاثنين يقولهم حلته ايه انا اتزبط واقفوا تحكم انا ما اتزبطتش استمروا في التحكم ارجو ان هتكون بالبساطة دي واضحة يبقى from control the organ returns returns to affect or modify the action of the control system يبقى السجنة اللي طلع من اي ارجن متحكم فيه هترجع بسرعة عشان تؤثر او تعدل من الاكشن بتاع control system اللي هو عمال يدي له اشارات عشان يعمل ايه يحسن من حالته طب انا حالتي اتحسنت كفاية فاهمين حالتي اتحسنت كفاية ده ببساطة شديدة يعني ايه كفاية يعني انا مثلا سيروية جلاند انا افرزت الهرمونات بتاعتي خلاص ما عادش عندي هرمونات تانية والجسم تزبط هل هتفضل فيه اشارة جيني من الغدة النخامية تقول لي افرز لا ده الهرمونات اللي خرجت عندي دي هي نفسها جزء منها يروح للغدة النخامية عن طريق الدم ولها بطلي اصارة ليا او بطلي اكشن ليا يبقى ده تأفكت or medifies the action of the control system برضو الامور يمكن توضح لاحقا للي لسه ما وضحتش له الرجلات البروسيسز that maintain homeostasis in cells and multi-serial organism depend on these feedback loops تمام كل الرجلات البروسيسز او الانظمة التنظيمية او العمليات التنظيمية اللي بتحافظ على حالك الابتزان الداخلي في مجموعة خلايا في بزاة الحيوانات المتعددة الخلايا وده بتوعقضها طبعا من ناحية التنظيم البيولوجي بتعتمد على هذا feedback loop الخطير جدا والمعجز جدا feedback occurs when sensory information الفيدباك بيحسس عندما يكون عندنا sensory information اللي هي معلومة حسية معلومة بتغير معين about a particular valuable عن a particular valuable زي temperature بتاعة درجة الحرارة اللي شرحناها الخارجية او الداخلية is just to control processes in cells عمليات في الخلية عمليات في النسيق عمليات في الأورجن زي ما قلنا على مستوى كل biosystems that influence the internal level of that variable وبترجعه ie the return of information to a controller that regulate controlled variable وبالتالي نسيطر على الحالة بتاعة تغير ضرب الحرارة هنشوف سريعا كده احد المكونات يمكن تساعدنا في فهم القصة اللي احنا او العبارة الطويلة اللي احنا كلمناها لو انا حصل عندي disturbance or stimulus اللي هو ايه عندي sensory information about particular variable variable معين هنسميه disturbance or stimulus هذا الاول اللي حاجة هتحس به control system اللي هو متحكم فيه باقي المكونات اللي موجودة عندي حس بهذا disturbance هيتطلع منه output الاوتبوت ده يعني ايه اشارة معينة بالسنسور اللي هو مسؤول عن التزبيت بتاعة هذا المتغير كام ثلاثين ثلاثين تمام هيعمل set adjustment point هيحط نقطة معينة عايزين نوصل لها بمعنى ان المؤسر ده او stimulus اللي عندي نقص من درجة حرارة الجو اللي برا مثلا عشرين درجة فجأة كويس انا جسم عايز يعوض الفرق بتاع العشرين درجة دول جوة ويفضل سبعة وثلاثين ما يتجوابش مع درجة الحرارة الخارجية هيحصل ايه السنسور ده هيدي سيجنال عشان يشغل اه يشغل ايه بقى منظومة اخرى حاجة اسمها inverting amplifier يعني امبليفاير هو مضخم مضخم للسيجنال ولكن السيجنال هنا بتروح على مين بسمى feedback signal اللي هي ايوة اشارة تغذية رجعية عشان تروح لي مين بقى تروح لي control system والcontrol system هيبقى هنا مربوط ب مربوط بايه اه مربوط ب المنظومة دي كلها هو اللي بدأ عمليات التصبيت لكن لازم ترجع له اشارة تقول له التصبيت حصل تمام لما تقول له التصبيت حصل هيبقى ده feedback له ادينا مثال سريع برضو المكوى اللي احنا بنتكلم عليها سلك الكهربا جاي هنا متصل بمصدر الكهربا تمام وهنا عندي ادي سيرموس تات عندي اللي بزبط بيه درجة حرارة وجوه المكوى دي في عندي هيتر وفي عندي ها حاجة اسمها switch مفتاح بيوصل حرارة او سير بيوصل الكهربا او يوصل الكهربا ودائما امدا كمان بتبقى عندي لمبة هنا عشان تقول لي ايه الكهربا وصلت ولا انقطعت وصلت يعني ايه يعني الاشارة ماشي طب تنفصل الكهربا امتى لما تيجي فيه back signal تقوله الحرارة تزبطت تفصل حرارة ولذلك السيستم منغلق على بعض او موصول ببعض نبص برضو على الانيميشن ده بحاول نحن نوضح اكتر ليكم انا بقى عندي ال variable اهو وال variable فيه sensor بس السنسور زي ما انتم شايفين كده مرسوم له حدود مش مفتوح عامل زي القوس ها معكوف كده ليه؟ لان ليما وابدا فيه حدود عندي الحدود سنسور عالي حس sorry variable عالي او variable الواطي variable الواطي لا افكت معين على الكنترولر والأفكت اللي اشتغل حصل تغيير هيبقى السنسور يروح في الاتجاه الاخر وهكذا ال variable ده لازم يكون في حالة ما بين قيم قليلة او قيم ترتفع عشان تحصل اشارة الكنترولر هو اللي عارف يرجع امتى فيحاول انه هو من خلال افكتر معين او من خلال مؤثر معين يرجع الوضع الى ما هو عليه برضو ان شاء الله تعالى هتوضح اكتر دور الفيدباك سيستم في الهوميوستيزيس بعد ما قلنا جنرالي الفيدباك الفيدباك مكانيزم لقائر الحاجات يعني المعلومة الاولى ان لازم يكون عندنا انتينغ يعني حصول مستمر للمعلومات او تتابع مستمر للمعلومات يعني عينة طول الوقت في عينة عما لا تخش عينة يعني معلومة عما لا تخش باستمرار لالكنترولر أو الكنترول سيستم أبقود الفاريابلز المختلفة تمام؟ وبيتكون من نوعين من الفيدباك سيستم أول نوع أشهرهم أو سعهم انتشهرهم في البيولوجيكال سيستم نيجاتيب فيباك كنترول سيستم اللي هو التغذية الرقاية السالبة أو آلية تغذية الرقاية السالبة يستخدم تستخدم ومعظم أجهزة جسمية are called negative ليه سموها negative because the information caused by the feedback causes a reverse المعلومة اللي بتستخدم بتسبب a reverse of the response عكس للresponse استجابة تؤدي إلى انعكاس للحالة اللي حصل عليها المتغين an opposite response to the stimulus يعني عندي الاستيمولاس فيه زيادة أنا هعمل استجابة فيه نقصان الاستيمولاس فيه نقصان هعمل استجابة فيها زيادة بس كل ده ايه كل ده متحكم في الرنج بتاع الفريوم ال positive feedback بقى عكسه تماما is used in some cases الحالات اللي بيتم استخدام الجسم فيها positive feedback اللي هو التغذية أو control تحكم الرجعي الموجب هي حالات قليلة في البيولوجيكال سيستم في حالته input increases or accelerate the response هنا دائما وأبدا بيكون المدخل أو المتغير بيسبب زيادة مستمرة في الاوتبوت والزيادة تفضل متصعدة مافيش feedback system عشان يوقفها مافيش الفيدباك كله في اتجاه واحد the same kind of response as the stimulus stimulus زيادة يبقى على طول response زايد 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 هنا يمكن برضو في التشارت ده توضح العملية homeostasis depend on the action and interaction of a number of body systems to maintain a range of conditions within which the body can best operate اللي هو الصورة المثالية لعمل الجسم قلنا negative و positive الفروقات ايه negative the response counteracts the stimulus counteracts the stimulus بيعمل ايه بقى shutting of the response slope يعني ايه يعني ادي initial stimulus ادي البداية لمؤثر او متغير معين حينتج عنه response الresponse ده هو نفسه يتحول لstimulus لمين بقى stimulus لمين لاشارة للإنشال stimulus عشان يوقف الا مزيد من الresponse الresponse تغير هتتقفل الاشارة دي هنتكلم عليها لاحقا الpositive العكس initial stimulus بيبقى the response reinforces the stimulus sending the parameter further from the ايه بقى set point يعني الانشال stimulus زي وزي هنا بس في الحالة دي العلاقة بتقول لي فيه response le stimulus اللي خارج زاد اثر في response ده ما رجعش اثر في الانشال ما واقفش لأ عشان يقوله زود لي كمان زود لي كمان فالدايرة هنا ايه دايرة في زيادة في زيادة مستمرة response حول او تبوت معين الى زيادة الزيادة دي بتقوله زودني كمان فتضغط على مين على response اللي هو سبب في زيادة فزيادة في زيادة مستمرة اللي هو بقى an outside factor is required to shut off feedback cycle طب السيكل دا تستمر الى مين النهاية اه بقوله الى نيجي فاكتور خارجي يوقف الايه العلاقة اللي فيها اتجاه واحد من الزيادة هنا العلاقة فيها نوع من انواع التحكم عشان تقلل من response كلما كان عندي الستيمرس دا وصل لحد المطلوب بتاعه هنحاول في الشريحة دي بصور تانية او بامثلة تانية نقرب لطلابنا الكرام الفكرة الاساسية للfeedback system في الهوميوستيس any feedback system must have three parts something to sense the environment اللي هو السنسور لازم ابدا دا دي المعلومة اللي لازم انا تدخل عشان ابتد اتحرك control mechanism اللي هو controller او integrator اللي فيه بقى ايه اللي فيه ها كل التحليل للdata الdata الاصلية اللي فيها variables المختلفة عندي موجود لها قيم معينة ثم الdata الجديدة اللي جاي اللي جاي اللي رد الفعلي اللي هعمله ايه فده ايه control mechanism that monitors monitors بيعمل مراقبة and processes ويعمل عمليات استجابة to the information from the sensor ده مهمته الوحيدة الوحيدة يحس بالمتغير وين ايه الهن اللي هنا ده بقى عنده ايه بقى سلسلة كده من الاحداث هو المتغير جاي لقيمة اللي جات بيقارنها بالقيمة الاصلية اللي عنده بيصدر رد فعل لمين ل effector organ عشان يستجيب لتصفح هذا الامر response mechanism او to the control mechanism في حالة ال negative effector ده هيرجع يقصر في مين يقصر في controller عشان يقول له انا زبطتلك الموضوع توقف تمام في حالة positive effector ده مش هيقصر في controller هو هيقصر في المتغير اللي حصل عشان يزيد تاني التأثير بتاعه ناخد مثال عندنا هنا اللي هو الرسم التوضيحي ده ادي variable معين ال variable ده درجة الحرارة مثلا كويس هيحسها sensor يبقى ده المكون الاول تمام ادي sensor دخل المعلومة بتاعت اللي حصل في التغيير في ال integrator اللي حيحل اللي قلنا كل الده ال integrator شغلته يدي اشارة ل effector معين مركز معين جهاز معين عضلات جسمي عشان تظبط مثلا تطلق درجة حرارة والتعوض درجة حرارة البرودة اللي عندي هنا طب لو طبقنا المكونات دي على عندنا جهاز برا ال biological system اللي هو اوضة وفيها درجة حرارة معينة حطين فيها ترموميت الروم تنبريتشر اتغيرت اللي حد اللي حس بالروم تنبريتشر السيرموستات اللي موجودة عندي في الغرفة اللي هي فيها سيرموميتر اللي هو ميزان درجة الحرارة او اللي هيحس بدرجة الحرارة ده مقابل للسنسور ده هنا مقابل للسنسور حسب الفرق في درجة الحرارة الغرفة هيروح على السيرموستات اللي هو الانتغريتر اللي عندي درجة الحرارة احنا كنا مزبطين على كم مؤشر حطينه على 30 جميع ودرجة الحرارة بتاعة الغرفة كام دلوقتي 35 زيادة او 25 اقل انا عايز ارجحها لل30 هيددي ايه اشارة للفورنس سواء كان باقي عندي دفاية او cooling system او اللي هو effector عشان يرجع لي وزبط لي الدرجة اللي كانت مطلوبة عندي طب بالنسبة للبالوجيكال سيستيم الوضع ده ايه الbody temperature اللي هي مقابلة للroom temperature اللي هي مقابلة للvariable كويس هنا عندي كان sensor هنا كان عندي thermometer هنا nerve receptor ممثل للsensor اللي هو ايه بقى اللي هو مستقبل الحسي حيدي اشارة الintegrator بتاعنا في جسمنا الbrain كهذا العصب المركزي حيدي اشارة اللي هو مكان الدفاية هنا او هيديها للمسلز اللي هي تنتج طاقة كبيرة عندي عشان تزبط درجة حرارة الجسم يبقى دي المكونات ارجو نهايك واضحة بهذا المثال اللي موجودة عندنا في الشكل الواضع طيب النجاتيب فيدباك عايزين ندي مسألة عنه ونوضحه اكثر لتكون الصورة مفهومة بالمقارنة بالبوزيتيب النجاتيب فيدباك is when the response is opposite to the stimulus وده قلنا قبل كده response opposite مخالف للاستيمولاس the opposite effect is mainly inhibitory action في معظم الأحلال opposite effect mainly inhibitory action يعني تقليل من الايه لاستجابة negative feedback mechanism prevent small changes from becoming too large وده مهمة جدا 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 سؤال صغير كده ايه اهمية النجاتيب فيدباك هتقول لي prevent small changes from becoming too large يعني بيمنع او بينقذ الجسم من ان تكون المتغيرات الصغيرة ها تصبح متغيرات كبيرة تهدد حياة الايه السيستم او الجسم تاني feedback او negative feedback اكثر دقة negative feedback mechanism prevent small changes from becoming too large بيوقفها عند حدها وتبقى صغيرة زي ما هي ويتحكم فيها ما يسبهاش تقبل مثال عندنا اللي هو maintaining blood glucose homeostasis احد المكونات قلنا concentration of blood glucose مكونات اللي في جسمي مهمة جدا اللي دائما وابدا اللي دائما في حالة homeostasis طيب بيلعب دور كبير جدا في هذا الامر chemical regulation مع nervous regulation chemical regulation mainly by two hormones الانسولين والجلوكاجون من البنكرياس والnervous regulation من خلال احساس الجسم او احساس الشخص بحالة الجوع والشبع ودي مراكز موجودة في مناطق المخ زي الهايبوسالمس والمناطق المركزية على اساس بتحس مستوى السكر قلب في الدم فتديني احساس برغبة في التناول طعام او رغبة في التناول مواد سكرية عشان يبقى عندي دائما وابدا continue امداد مستمر من الجلوكوز الخارجي عوضا عن الجلوكوز اللي متخزن في جسم طب ايه الشرط الجميل او ده بسيط او يا طلابنا انا عندي هنبدأ بنقول after eating بعد وابناكل وجبة اللي هو الاحساس الجهاز عصوى بالجوع عشان ااكل كالت الجلوكوز انتر زي بلاد ستريم الجلوكوز نتيجة الهضم اللي حصل عندي نموذج هنا بس بيقولي ده جزء اهو من جهازنا الهضمي حصل امتصاص للجلوكوز نزل في الدم هنا عندي مؤشر زي الايه بقى ها تمام اللي هو السنسور اللي عندي البلاد جلوكوز زاد راح في اتجاه البلاس ساين تمام طب الجلوكوز اللي ازل هنا في الدم خلاص تمام ماشي انا جلوكوز في الدم مين مستني الجلوكوز ده خلايا جسمي كلها طالما انا كلت وتناولت طعام او كنت جاعة بتناول طعام معنى ان خلايا جسمي محتاجة لهذا الجلوكوز طب الجلوكوز اللي موجود في الدم ده عايز يوصل لخلايا جسمي عشان تستفيد به هيحصل ايه بقى لما الجلوكوز يعلى مستوى في الدم عن الوضع الطبيعي اللي هو قبل تناول الطعام قبل تناول الطعام طبعا بعد التناول جلوكوز عالي اوي ده بيدي بيدي ايه بقى بيدي اثارة لبانكرياس لخلايا محددة تسمى خلايا في البانكرياس بتخليها تفرز الانسولين اللي هو الشريط اللي بلون الاصفر ده يبقى هي الاسارة جاتة هي الاسارة للمكون التاني الكيميكا ريجوليش اكسوميليز من كرياس وتش ريليز من انسولين مازال حطوا عنكم هنا مازال السكر عالي في الدم لان لسه الانسولين بيفرز نزل الانسولين في الدم مهمة الانسولين في الدم انه يعمل يساعد على القوة الزرق لها الجلوكوز ان جزء منها يروح لخلايا جسم المثال عندنا الطاقة بتاعتها والجلوكوز الزيادة توديه على الليفر عشان يتخزن في صورة مين سكر متعدد اللي هو الجليكوجين يبقى دي الوظيفة الأساسية المين للانسولين مع الوقت حصل كم الجلوكوز اللي كان هنا واضح انه كتير ابتدى يقل في الدم بس مش هيقل قوي هيقل لغا ما يصل لمين للنورمال بتاعته يبقى الانسولين causes the glucose in the blood to move into the cells يبقى الطارجة الأولية الخلال المحتاجها الزيادة عندي لسه من الجلوكوز the glucose is stored as glycogen in the liver and muscles وبعد كده الانسولين يتوقف على الإفراص الانسولين also causes excess glucose to be converted into fat for storage دي بقى زيادة لو عندي بازال لسه جلوكوز زيادة as the glucose is used by the cells خلاص بقى جلوكوز معظمه تم استخدامه the level of glucose in the blood decrease نبص بقى هنا على المؤشر sensor L في هنا أي احتياج لإفراز الانسولين لا ما فيش ما فيش أي احتياج كويس فالجلوكوز لما يقل في الدم الإشارة تصل إلى الانسولين يسرق إلى البنكرياس وقف فما عادش فيه عندي هنا دور للبنكرياس يبقى دي لازم يفيد باك هنا مهمة ولا مش مهمة مهمة جدا وإن لو الانسولين ابتدى أو استمر في الإفراز ما فيش حاجة يوقفته هيحصل إيه إن مش يبقى فيه عندي جلوكوز في الدم خالص يهبط الجلوكوز ده مستوى جلوكوز لما حيقل بقى في الدم ويبتدي بعد مكان وصل هنا للنورمال تده يقل بعد 4-5 ساعات هيحصل إيه بقى حيدي إشارة جلوكوز الإنسولين في الكبد حيذهب للكبد مباشرة ويقوله الجلوكوز اللي عندك ده رجعه لي تاني مين جلوكوز ونزله فين في الدم لما حينزله في الدم يرتدي مستوى يرجع تاني لمستوى الطبيعي هادي الجلوكوز هو المؤشر رجع هنا تمام الجلوكوز تنقص العشان ينقذ الجسم من نقص في الطاقة البلوت جلوكوز بيجين تو رايز طبعا البيجين تو رايز هل يفضل يرتفع على طول ما يرتفع على طول هنا برضو مش صح هيحصل ايه لما يصل الى المستوى العادي هيبتدي إشارة للبنكرياس وقاف جلوكاجون طيب زاد الجلوكوز مع الوقت في إشارة بقى هتروح لمين للإنسولين يرجع تاني يعمل الدور بتاعه عشان ياخد الجلوكوز ده ويوصل المين ويوصل زي المرحلة دي للمسلز عشان تستخدم هنا بقى فاكرين الشكل اللي احنا شفناه هناك لما كان الجزء بتاع السنسور اللي هو الإحساس بتاع مثلا خلايا البنكرياس مع جهازنا الهضم بمستوى الجلوكوز بعد الهضم ووجوده في الدم اللي هو إشارة صادرة وإشارة واردة عندي في خلايا بيتا وخلايا ألفا عشان تطلع الإنسولين اللي حيدي العضلات الطاقة بتاعتها واللي حيخزن الزيادة عندي في الكابت والفارياب الثاني عمال يتغير ودي الافكتور ودي الباس ووي لنجاتيب فيد باك كنترول مع تنظيم الجلوكوز في الدم طيب في الشريحة دي حنتكلم بقى عن البوزيتف اللي هو النوع التاني من الفيدباك ميكانيزم البوزيتف فيدباك ميكانيزم is where the response is the same يعني الاستجابة نفسها نفس المؤثر as the stimulus in بوزيتف فيدباك the response can be magnified the response magnified يعني الرسبونس بيعظم الرسبونس بيزداد مش بيتوقف زي ما هحنا شايفين الشكل ادي ايه بيأثر في ب ب زاد بيأثر في ايه زوده فايه لما زاد كمان هيزود ب تاني ايه زود ب ب زاد زود ايه لما زاد هيزود في ب تاني كويس فايه العملية عملت تعازم هي مع الوقت تمام ته positive feedback كويس ايه بقى فايدته له فايدة مهمة جدا بصد فيك في عملية الولادة عملية اخراج الجنين من رحم الام ببساطة شديدة جدا هذه العملية الاعجازية سبحان رب العالمين عندنا جنين في رحم الام هذا الجنين لما استعد النزور راسه تيجي لتحت منطقة خروجه من رحم الام رحم الام عبارة مجموعة من العضلات الملساة هذه العضلات او هذا الرحم عم زي البلون قاعد ينتفخ ينتفخ كلما الجنين بيكبر في الحجم العضلات بتستجيب وده اللي بيخلي بطن الام الحامل بتزداد في الحجم اثناء تسع شهور الحامل طبعا هيصل لحد معين اللي هو التمدد بتاع هذه العضلات ما يأزن وزن الجنين تمام كله تمام رب العالمين ازن بخروجه فيبتدي يحصل ايه بقى فبيبتدي يحصل عندنا هنا اشارة من عضلات العضلات اللي موجودة عندي هنا في منطقة الرحم cervical stretch اللي هي baby drops lower in to initiate labor ده ابتدى بقى وضع عشان انشية الليبر اللي هو الولادة هيحصل cervical stretch cervical stretch يعني تمدد في هذه المنطقة هيحصل stimulation stimulation ده بقى يمشي في الدم ها لمين لإشارة وإشارة عصبية للاكسيتوسين release لمين بقى الغود النخمية الخلفية مع الhyposalamus هتفرز الاكسيتوسين ده هيرمون مهم جدا الهيرمون ده هيمشي في الدم ويروح لمين بقى ويروح للعضلات دي يخليها تعمل more contraction طب هل ده مطلوب يزيد مع الوقت ولا يقل مطلوب يزيد ليه لأن المطلوب خروج البيبي والبيبي مش هيخرج إلا إذا كان العضلات دي تنقبض انقباضات متتالية وسريعة وقوية عشان تدفعوا للخارج تمام طب لو ده نيجاتيف والستريتش ده ها وصل لمرحلة والدأشارة وقفوا الاكسيتوسين البيبي مش هيخرج وتبقى في مشكلة وبالتالي بيبقى فيه ألم عند الأم والألم بيزداد مع الوقت والألم بيبقى شديد لأن الكونتراكشن قوي جدا وبيزداد مع الوقت وده سبحان الله اللي بيعمل الكونتراكشن ها بيدفع البيبي عشان يخرج برة كلما زاد الكونتراكشن كلما يزيد كلما يزيد افراز الاكسيتوسين كلما يزيد التاني والسايكل كلها ايه بقى positive feedback delivery to baby stops the cycle سايكل تقف امتى لما سبحان الله الطفل يخرج هنا عندي المؤثر اللي كان عامل ضغط على المنطقة هنا خرج العضلات دي relax السايكل دي تقف تماما فاكريه لما قلنا هنا لما قلنا قبل كده ان positive feedback لاجزم حاجة خارجية تتدخل توقفه لانه هو مش closed loop هو loop صلوه هو closed loop أنا آسف هو closed loop لكن انا عايزة ادور على التعبير تاني ولكنه closed loop في اتجاه واحد كويس ولذلك مش بيقى تأثر انه هو يوقف الحدث زي ال negative هنا اللي هيحصل ايه انه هو خروج ال baby وقف الضغط على العضلات دي لانه هو حجمه كبير واللي كان عامل الضغط تمام مع الحركة بتاعته هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان تتوقف السايكل دي كلها وينتهي العملية بتاعت التحكم الايجابي في هذا الحدث وده المثال positive feedback في جسمنا وهو قليل المثال الاخر المثال الاخر اللي بيستخدم اللي هو تكوين الجلطة الدموية في الجرح وده اتكلمنا عليه لما اتكلمنا عن الدم وهنتكلم عليه لحيقا ان شاء الله تعالى لما نتكلم اكثر تفصيلا في آخر آخر شريحة هنلخص فيها موضوع النهاردة ومحاضرة النهاردة المهمة جدا لان على فكرة كل الفيسيولوجي القائم اللي هتدرسوه معنا وتدرسوه في كلياتكم وفي مدرسكم وفي معايدكم كله قائم على الهوميوستيزيس الفيسيولوجي الحديث هو هوميوستيزيس ازاي بندرس الوظائف المعقدة للخلايا والتيشوز والأورجن والأورجن سيستيم عشان نوصل للهوميوستيزيس ان كونكلوجيان زا في السيولوجي الفانكشن اوف زا هول بودي عشان كده بقلقهم الفيسيولوجي الفانكشن اوف زا هول بودي اريوليتد اكورنج تو زا بودي نيتس حسب احتياجات الجسم دائما وابدا رجل رياضي رجل مش رياضي رجل كبير السن رجل سمين رجل رفيع امرأة رجل مقاتل رياضي عنيف رياضي مش عنيف شاب بودي نيتس دي البودي نيتس بتاعت كل مين كل فئة معينة محتاجة تزبيط معين سبحان الله وده يحدث دائما احنا مش عايشين في وضع ثابت تمام كويس من نعم ربنا علينا انه عمل لنا او خلق لنا two main regulatory mechanisms اللي احنا قلناهم اللي هم مين عشان واحد يقول انت قلت واحد تالك اللي هم المين هم nervous regulation by nervous system characterized by rapid onset and short duration of action نحفظهم دول chemical regulation by hormones vitamins enzymes اي chemical compounds ion gases كل واحد بيعمل دوره and chemical transmitters زي neurotransmitters نواقل العصبية عشان كان نسميها chemical regulation characterized by having slow onset and long duration of action وبالتالي انا عندي two systems السريع والوقت قليل والبطيء والوقت طويل فانا جسمي under complete control عفوا the two regulatory mechanisms are complementary to each other يعني الاتنين بيكملوا بعض عشان كده هنبتدي ان شاء الله تعالى معضرات القادمة بالtwo systems دول therefore influence each other وكمان بيأثروا في بعض هنعرف ازاي since certain chemical substances لأن بعض chemical substances زي الهرمونات والنيرو transmitter can either stimulate or inhibit the nervous system and by there inflate the nervous regulation يبقى برضو بعض chemical substances بتؤثر على بعض الاوامر العصبية وهنتكلم عن ده لاحقا ان شاء الله يتعلم on the other hand stimulation of the nervous system leads to the release of chemical substances the hormones which influence the chemical regulation والمثال الرئيسي اللي عندنا اللي دايما كل الكتب تتكلم عنه اللي هو الhyposalamus betotary gland axis العلاقة ما بين hyposalamus اللي هي جزء مهم جدا من brain والنيرو system علقتها وسيطرتها على betotary gland اللي هي المصدر gland اللي بتؤثر على مجموعة كبيرة من الغدد ونقل المعلومات ما بين نيرو system عن طريق الhyposalamus بإفراز hormonal transmitters تؤثر في anterior betotary gland وanterior betotary gland عشان هم بدورهم يؤثروا في غدة أخرى وهكذا سبحان الله علاقة تكاملية فائقة الإعجاز عشان يحصل homeostasis وتناغم لكل أعضاء جسمنا بخلاياها وأنسجتها ومكورتها الداخلية عشان الجسم دائما وأبدا يعمل regulation according to the body needs دي نهاية محاضرة الرابعة في سلسلة Principles of Human Physiology وكانت مخصصة لموضوع الهوميوستيزيس اللي هننتقل منه إن شاء الله تعالى للجهاز الأول من أجهزة الجسم اللي هنتطرق لها ربنا يكرمنا ونقدر نوفي بعهدنا معاكم الحداشر سيستم نتكلم عليهم في محاضرات مستمرة هنبدأ بالجهاز العصبي من المحاضرة القادمة ويمكن تاخد معنا أكتر محاضرة أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون محاضرة مفهومة والكونسبت الخاص بيها أو المفهوم الرئيسي الخاص بيها تم توضيحه قدر الإمكان وعزرا على أي تقصير والتوفيق والنجاح بفضل الله رب العالمين والتقصير من أنفسنا ونحاول أن نحسن من أنفسنا دايما نسأل الله أن يكون عملا صالحا وعلم أن ينتفع به لنا جميعا وأن ينفع الله بنا جميعا البشرية جمعا استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى لقاء آخر في محاضرة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته